السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم وبريس أراب إليكم ألوان هذا الفيديو بالماضي يتلقى أخبار الناصارة من مدينة بواكي الإفوريا لنشاهد التفاصيل كاملة تلقى مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم جمال بالماضي 47 عاما أخبار الناصارة من كوتيفورا مسرح ملافسات كاسي أمم إفريقيا 2013 وقبل أيام قليلة من انطلاق البطول يوم 13 يناير كانون الثاني الحالي وينشط منتخب الجزائر البطل في مناسبتين عبر المجموعة الرابعة في نهائية كاسي أمم إفريقيا 2013 مع منتخبات بوركينا فاسو وأنغولا وموريطانيا وستقام كل المباريات في ملعب السلام بمدينة بواكي شمال العاصمة أبيدجان وحسب مصادر إعلامية صادرة لتأتسا يناير فإن مسؤولين من اتحاد الجزائر لكرة القدم تفقدوا جيدا حالة أرضية ملعب السلام على مدار أيام متتالية وأبدوا الردة التام عنها ما بدد مخاوف المدرب الجزائر حيال حالة الملعب وكانت مخاوف قد انتبت بالماضي حيال حالة أرضية ملعب السلام في بواكي قياسا بما حدث في النصخة السابقة من كاسي أمم إفريقيا التي شهدت ملعب غير مؤهلة بنسبة 100% ولا تتوافق قليا مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم في فا وملعب السلام في بواكي أنشئ عام 1984 وتم تجديده وفقا لمعايير الاتحاد الدولي عام 2020 ويتسع لنحو 40 ألف مشجعة ومن المعلوم أن جودة الملعب في إفريقيا أسامت في إصابة بعض اللاعبين وتحييد الطرق الفنية للعب ترجمة نانسي قنقر